بسم الله الرحمن الرحيم Back to Part 3 of Lecture 4 نبدأ الكلام على الجليكوزايد الجليكوزايد عبارة عن Non-reducing Natural Organic Compounds The Secondary Metabolites Non-reducing يعني الجليكوزايد بحد ذاتها Non-reducing Natural Organic Compound لكن لما بعملها Hydrolysis لما بعملها Hydrolysis Become Reducing بتصبح Reducing Producing Sugar Part Aglycone Part and Non-Sugar اللي هو Aglycone Part يبقى On-hydrolysis لو عندي جليكوزايد بهذا الشكل Natural Organic Compound بيبقى Non-reducing بحد ذاته يعني لو حطيت عليه Failing Solution مش هيجرى حاجة غاليته مع Failing Solution مش هيجرى حاجة لكن أما أحط عليه HCL وعمل Hydrolysis بكسره إلى جزئين جزء Aglycone لا سكري وجزء سكري Glycone Sugar Part Non-Sugar Part وفي هذه الحالة يصبح Reducing الجزء المسؤول على Reducing هو الشجر لما الشجر بيتحرر بيصبح عندي Function Group هنا LDH Group هي اللي لها Reducing Power دوم تعمل Reducing لFailing Solution Failing Solution عبارة عن قلنا إنه هو كبر صالفيت في Alkaline Medium هيحصل لها Reducing إلى كيوبرس أكسايد راسب أحمر أما نغليها مع هذا المركب بعد الHydrolysis بعد HCL على طول هيحصل Reducing لكبر صالفيت في Failing Solution وتديني Red Preceptate من الكيوبرس أكسايد من الكيوبرس أكسايد يبقى On Hydrolysis بتدي جلوكوز أو شجر units and they become reducing ده جلام بصورة عامة لما يبقى السكر هنا جلوكوز بس بسمي المركب ده على بعضه جلوكوزايد جلوكوزايد لما يبقى الجلايكون جلوكوز بسميه جلوكوزايد أو أكتر من سكر ممكن اتنين جلوكوز تلاتة جلوكوز بسمى برضو جلوكوزايد إنما لو كان مختلف جلوكوز ورمنوز وأي سكر تاني إبقى لو عندي مجموعة سكريات مختلفة خلاص بسمى جلايكوزايد 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 متشابهة كلها في الشجر بارت عبارة عن شجر عبارة عن كربوهيدريت الكيميستر بتاعته محدودة النتشور بتاعته عبارة عن كربوهيدريت الكيميستر بتاعته معروفة لكن الأجلايكون سكيلتا مختلفة السكيلتون بتاع الجلايكوزايد هنا بهذا الشكل في جليكوزايد اخر بيبقى بشكل تاني وبناء عليه السيمو الجليكوزايدز بناء على منها مجموعات عديدة منها الفلافونويد جليكوزايدز الأنثراكينون جليكوزايدز الكارديا جليكوزايدز السابونين جليكوزايد السيانوجينك جليكوزايدز وبناء على ذلك ممكن نشوف الكلاسيز المختلفة من الجلايكوزايدز ايه هي الفلافونايد جلايكوزايد فلافا يعني يلو يبقى هذه المركبات بطبيعتها صفرة المركبات صفرة في النباتات دي مركبات فينولية موجودة على نطاق واسع وعلى انتشار في كل النباتات تقريبا هي تمثل الجهاز المناعي للنبات لها أنتي أكسدنت باور مضادة للأكسادة فري راديكال اسكيفينجورز فري راديكال اسكيفينجورز أو أنتي أكسدنت فبالتالي موجودة في كل النباتات كجهاز مناعي هذه المركبات الفلافونايدز الأجلايكون بتاعها عبارة عن فلافون سكيلتون لو بصينا على السكيلتون بتاعنا كده نلاقي النيوكلوس دي كده فلافون اسمها فلافون هذه الأجلايكون الحتة دي كده اسمها فلافون فلافون سكيلتون أو ممكن ألاقي أو إتش في هذا المكان أو ألاقي الضبل بوندي دي مختفية أو أي حاجة تغيير في هذا السكيلتون الموجود إنما الأساس هو الفلافون ممكن بتسمى مركبات سي 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 لأن دي كاربون أتم فيها ستة كاربون أتم في البنزين رينج دي بعد كده واحد اتنين تلاتة وبعد كده بنزين رينج تانية بنزين رينج أدي ستة وبنزين رينج أدي ستة وبينهم تلاتة كاربون أتم سي 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 وطبعا بنقول إنه هما لهم ييلو كالر التست بتاعهم بيديني ييلو كالر انتنس ييلو كالر مع خمسة في المية الكالي سيليوشن بتسم هيدروكسايد أو سوديام هيدروكسايد بيديني انتنس ييلو كالر لون أصفر غامق بمعنى إنه أعمل بلانك أو ممكن ألحظه بعناي ده ممكن أعمل بأمونيام هيدروكسايد بالأمونيام هيدروكسايد هيديلي انتنس ييلو كالر مع الفر الكولورايد خمسة في المية فر الكولورايد ديني جيرين كالر أشهر مركب عندي في هذه الكلاس اللي هو الديوزمين اللي موجود في دواء اسمه دافلون 500 ميلي جرام الديوزمين موجود أو بيخرج من البوكوليف المركب دواء الديوزمين بيطلع من البوكوليف بيعالج الفاريكوزفين ريليف الفاريكوزفين اللي هي الدوالي اللي موجودة في الرجلين أو دوالي الرجلين أو القدمين والاستعمالات الأخرى للفلافونيز عديدة ومتعددة منها إنهم reduce the capillary fragility reduce the capillary fragility الناس اللي عندها نزيف نزيف الأنف نزيف المنسترويشن نزيف أي حاجة ممكن تحصل في أي عضو داخلي ده ممكن طبيبي العيون يكتب الدافلون عشان يحافظ على الشعيرات الدموية الموجودة في قاع العين له استعمالات عديدة ومتعددة عندي دكتور النسا ودكتور الذكورة يعني مهم أو دواء من الأدوية المهمة لأن هي بتحمي الأوعية الدموية وله طبعا anti-oxidant power زي ما قلنا وإنهيبت carcinogenesis لأنه طبعا free radical scavenger فيحافظ على الجسم من cancer الحاجة اللي بعد كده anthracinone glycosides anthracinone glycosides بنقول أنه orange to red compound جايين من anthracine جايين منين من anthracine هذه anthracine اللي هم عبارة عن واحد اتنين تلاتة benzine rings جنب بعض بهذا الشكل تلاتة benzine rings اللي جنب بعض دولة anthracine ولما عندي carbonyl group هنا بقت kynone يبقى anthracinone 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 هذه الأجل يكون في هذه الحالة non sugar part ده عبارة عن daimer المركب ده daimer ممكن ده يبقى glycosides وده glycosides إنما اتنين شابكين في بعض اتنين شابكين daimer فملاقى عندي الجزء ده كده يعتور في الحالة دي الaglycone هو بعد كده glycone ادي glucose هنا وجلucose هنا يبقى عندي sugar part هنا و sugar part هنا بنقول برضو انهما بالخمسة في المية بتاسهم hydroside بيديني red color نفس الكلام هعمل blank test بورنتراجر عمل test بيديني rose red color مع الانثراكينون rose red color عشان حساسية اللون بيوضحه اكتر بيدي rose red color with anthrakenone الانثراكينون الاجزامبل ده عبارة عن sinucide a او b المركب ده sinucide a و b في السناليف جايب من السناليف وطبعا بيستعمل اكزامبل ان هو بيستعمل legistive و large dose بيستعمل bergative وده معنى كلمة dose dependent dose صغيرة يبقى legistive dose كبيرة يبقى bergative الحاجة اللي بعد كده عندي الكارديا جيلايكوزايد من اسمها القطينة ان هي لها كارديوتونيك في حالة congestive heart failure في هبوط القلب الاحتقاني اذا الاستعمال بتاعي من الاسم جيلايكوزايد جيلايكوزايد بقى شوغر بارت ونان شوغر بارت اه الاجلايكون بتاعي هنا اهو الاجلايكون استيرويدا نيوكلس اهو الاستيرويد نيوكلس الجزء لاربع حلقات دول لاربع حلقات دول هما الاستيرويد نيوكلس فبنقول فبنقول عليهم كموز استيرويد الاكليكون بارت والشوغر بارت عندي اهو الشوغر بارت اهو بس مواصفاته في الكارديا جيلايكوزايد ان لازم يكون فيه اتنين دي اوكسي شوغر يعني احد السكريات دي او اكتر البوزيشن نمبر تو زي ما احنا شايفين هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة البوزيشن نمبر الاوكسيجن فيه ما فيش فيه اوكسيجن فبنسميه اتنين دي اوكسي شوغر موجود فيه كونتينينج اتنين دي اوكسي شوغر واكزامبل عندي السكر اللي موجود هنا ده اسمه ديجيتيكسوز المركب ده اسمه ديجوكسين جاي من الديجيطاليس ليف الديجوكسين جاي من الديجيطاليس ليف الديجوكسين جاي من الديجيطاليس ليف وفيه طبعا السكر اللي هنا ده اللي في النص ده اسمه ديجي تيكسوز وهو ده المسؤول عن التست اللي بيتعمل للكاردياك او بنكشف عن الكاردياك جيلايكوزايد بتست اسمه كيلر كلياني تست بيديه نبوسطف ريزلت نتيجة لوجود ايه الاتنين دي اوكسي شوجر الاتنين دي اوكسي شوجر الحاجة اللي بعد كده سابونين جيلايكوزايد من اسمها سابونين بتعمل لي زي الصابون بتعمل رغوة بتعمل فوم يبقى الشيكينج مع المية تلاقي بتعمل فوم والمثال عندي هنا لما بتشوف الراجل اللي معها العير اسوس الليكوريش ده الليكوريش اللي هو العير اسوس اللي فيه سابونين اللي احنا عطينه مثال لوجود السابونين بلاقي المشروب بتاعي بيبقى مليان رغاوي مليان على وشه كده فوم الراجل وهو بيصب بيبقى مليان رغاوي او فوم نتيجة الاكشن بتاع السابونين الموجود الاجلايكون بارت الاجلايكون بارت والجلايكون بارت يبقى السكر ويجزء غير سكري الجزء الاجلايكون ممكن يبقى استيرويدل زي كاردياك الجلايكوسايدز الكاردياك ممكن يبقى استيرويدل زي الكاردياك جلايكوسايد وممكن يبقى تراي تيربينويدل زي الحالة اللي أنا فيها دي هذه الحالة كاردياك التراي تيربينويد نيوكلاس عبارة عن سي تلاتين سلاسي التربين كلمة تربين يبقى سي عشرة كومباون سي عشرة كومباون ده سي تلاتين يبقى الاجلايكون تراي تيربينويدز يعني تلاتين كاربونا مرصوصين ومضبين بطريقة معينة نبقى نتكلم عليها لاحقا إذا شاء ربنا عندي الاجلايكون ده سكر هبارة في حالة المركب ده بالزيت اللي اسمه جليسير هزين اللي جاي من الجليسير هزا جلابرا جليسير هزا جلابرا اللي هو الليكوريش جليسير هزا جلابرا بيطلعوا مننا مادة اسمها جليسير هزين اللي هو تراي تيربينويد سابونين تراي تيربينويد سابونين الجليسير هزين ده الجزء السكري فيه عبارة عن جلوكوز وجلوكوز تاني اهو زيه بس في بوزيشة النمرة ستة متأكسد بوزيشة النمرة ستة متأكسد اللي فيه كاربوكسيلك جروب في بوزيشن ستة اللي قلنا عليه يورونيك أسيد. يبقى عندي جلوكوز ويورونيك أسيد في هذا المكان. فبنقول شاكينجي وزووتور بيدي بيرمنانت فروس. مش رغوة وتروح. لا ده قاعدة. زي ما رج شوية مية في أنبوبة اختبار. تعمل فروس إنما بعد نص دقيقة ملاقيهاش أو دقيقة ملاقيهاش. بنقول إن السابونينز توكسك لو حصل إنجيكشن في الجسم في الدم بتعمل هيموليسيز لقرات الدم الحمرة. بتعمل هيموليسيز لقرات الدم الحمرة. بنقول إن هي هارمليس لو أكلناها والدليل إن احنا بنعمل بيها الحلوة الطحنية بنعمل بيها الحلوة الطحنية والحلويات بنحط الحاجات اللي فاها سابونين في صناعة الحلوة الطحنية وفي صناعة الحلويات. ليه؟ لأن الحاجات دي بقفاها زيوت فهي بتسهل امتزاج الزيوت بالمية لان بنقول عليها surface activity او emulsifying agent والعامل ان هي emulsifying agent ده هو سبب الهيموليسيز اللي بتعمله في قرات الدم الحامرة بتروح تسحب الدهون اللي موجودة في قرات الدم الحامرة في الجدار بتاعها فبتأثر على البرميابلتي بتاع السيل ميمبرين وبالتالي السيل ميمبرين النفذية بتاعته بتتغير وبالتالي ممكن المية تعدي بلا حساب الى داخل الخلية وبيحصل hemolysis بيحصل hemolysis نتيجة ان الازموزية بتاعت او النفذية بتاعت الخلية اتغيرت والازموزية بتاعتها اصلا برضو اتغيرت استعمالات اخرى ان انا ممكن اعمل استعمل النيوكلوس دي او الاستيرويدة النيوكلوس اصلا في صناعة الاستيرويدة الهرمون في الكيميكال سينسز او السيمي سينسز يهض الجزء ده وخاصة لو كان استيرويدة يبقى افضل يعملوا منه السيكس هرمون او الاستيرويدة الهرمون اللي هي مطلوبة في السوق او في سوق الدواء السيانه هجينك جلايكوسايز بنقول من اسمها برضو سيانايد جينيريتنج ان هي بتحتوي على سيانايد راديكان سيانايد جروب او هيدوروليسز احط هو تطلعلي هشي سي اني جاس هشي سي اني ده ده توكسك طبعا وشجر الهشي اني جاس اللي طالع ده ريديوسينج ريديوسينج ايجينت وديت سر من اصرار الكيميكال تست لهذه العائلة من المركبات الهشي اني اللي طالع ده بنخليه يختزل سوديام بيكريت بيبول السوديام بيكريت عبارة عن سودياما دولكسايد مع بيكريك أسيد عبارة عن تراي نايترو فينول تراي نايترو فينول تلاتة نايترو جروب موجودة على الفينول لونهم أصفر بيحصل له لما يتعرض لHCN يحصل له ريدكشن إلى الأمينو كومباون يبقى النايترو كومباون اللي هنا يتحول إلى أمينو كومباون اللي لونه أحمر اللي لونه أحمر لونه بيربيل وعشان كده دي سوديام بيكريت بيديني سوديام بيربيوريت لونها بيربيل أو لونها أحمر التست ده اسمه جويجنار دي بيبر تست والراجل اللي اكتشفه اسمه جويجنار دي بيبر الأمثلة عندي اللينا مارين مركب اللينا مارين ده مشتق من الاسيتون مع السيانايت جروب اسيتون وسيانايت جروب وحصل لينكيج مع الجلوكوز لما اجي اعمل هيدوروليسز يديني اسيتون يديني HCN يديني جلوكوز مركب التاني اميجدالين بنقول ان هو بيتر جاي من البيتر الموند من البيتر الموند من اللوز المر اللي هو نوى المجمش نوى المجمش لما اجي اعمل هيدوروليسز للاميجدالين بيطلع لي HCN جاس بيطلع لي سكر جلوكوز بالاضافة الى بنزلدهايد بنزلدهايد ممكن يطلع لي بنزلدهايد البيتر الموند اوضر بتاعة الكيميا العضوية يبقى بنزلدهايد بيطلع عندي CHO وشبكة في البنزين رينج البنزلدهايد اللي هي البيتر الموند اوضر الاميجدالين بنقول انه هو low mild anti cancer effect وبنقول انه هو برضو بيشير ليه انه هو vitamin b 17 vitamin b 17 ومازال بيسوق على النت دلوقتي لحد النهاردة انه هو حاجة كويسة جدا لعلاج السرطان ويعتبر من الفيتامينات المكملة لمجموعة b الافلاتوكسن الافلاتوكسن اتكلمنا عليها قبل كده فمنقول انه هما يبقى بتعمل ميوتاشن وتؤدي للسرطان وبتعمل تشوهات في الاجنة الحاجة اللي بعد كده الانتيبيوتك نتعرض لها في كلمتين برضو بنقول ان المضادات الحيوية مجالها في المايكروبيولوجي اكتر لانها لهم فاعلية بكتيريو ستاتيك او بكتيريو سايدل اكشن على البكتيريا يبقى بتوقف نمو البكتيريا او بتقتلها بكتيريو ستاتيك او بكتيريو سايدل وبتساعد في علاج تريتينج ديزيز كوز باي بكتيريا وعندي المثال هنا البنيسيليام البنيسيليام سبيسيز اللي بيفرزلي البنيسيليام وبعد كده عندي الكفالوس بورينز عندي التترا سايكلينز دولة اكزامبلز للانتيبيوتك او لبعض من الانتيبيوتك السلايد الاخير عندي بص انا على عندي الساليسين مركب هنا جلايكوزايد اسمه الساليسين الساليسين ده جاي ساليسايل الالكول مع جلوكوز وده اكتشفوه وطلعوه من الولوبارك او من الساليكس من شجر السفصاف عملوا هيدورولوسيز ادي الساليسايل الالكول عملوا اكسيديشن اداني ساليسايل اصد عملوا استيليشن ادي الاسبرين وده سر صناعة الاسبرين واكتشاف الاسبرين الساليسين افضل من الاسبرين طبعا لانه ناتشرل والضرر بتاعه قليل على المعدة وسيف الى حد ما على الميتابوليزم بتاع الجسم الحاجات اللي بعد كده عندي اكزامبل اخدناها اتكلمنا عليها المورفين جاي من البابافر سومنيفرام وكلشزين جاي من كلشكم قطعة من الاثنين دولت الكولويد الكولويد عندي برضو الالكولويد التاني اللي هو الباكلي تاكسيل او تكسول التاكسول او الباكلي تاكسيل جاي من تكساس بيرفي فلور نبات تكساس في تكساس بيرفي فلوريس برضو اللي بيهميني هنا ان هو من اشهر الالكولويد اللي نستعمى الانتي ي Kontakt iza او الدرج نفسه اسمه تاكسول. فيلبين او انكوفين حقا اسمها فيلبين او انكوفين موجودة في السوق. بالاضافة الى التاكسول اللي موجود في السوق بيعالكوا السرطان. من الحاجات دي كلها ناتشورال برودوكس. لكن انا اللي بيهمني النهاردة التاكسول كدرج جاي من الكالاين. الشواء اللي بعد كده لو لازا اربط ما بينها هذا المركب اللي هو بنيسيلين جي كهذا المركب. وهذا المركب اللي هو النيفستاتين وب ابص على الاثنين. نوع من البنسيليم والبنيسليم وهنا بنسيليم نفس الإسبيسيسيز نفس الإسبيسيسيز يعنش الجنس واحد وي Architect disease واحدă المركب ده بنيسيلين جي مركب دة ميفاستاتين الميفاستاتين هيبوكولستريليمك لعلاج الكوليسترول مخفض الكوليسترول بينما البنسيلن جي أنتيبيوتك ونفس الميكرو أورجنزم اللي مطلعهم مفرزين بنفس الميكرو أورجنزم الميفاستاتين الكيميا الطبية والكيميا الصيدلية اشتغلوا عليه وغيروا في الاستراكشر بتاعه عشان يديني أتروفاستاتين الأتروفاستاتين مور بوتينت عن ميفاستاتين كهايبوكوليستريليمك أو في علاج تخفيض نسبة الكوليسترول الدواء ده ما وجود في السوق في صورة أطور أو أطورستاتين راس لعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول آخر حاجة بتعرض لها المركب ده هوت نتأمل فيه كده نلاقيه أنه هو اسمه تيربوتيت التيربوتيت ده عبارة عن نانو بيبطايد عشرة أمينو أسد الشابكين في بعض عشرة أمينو أسد الشابكين في بعض ده اتفرز اتزوليت فروم زفينم أو برزيليان بيت فيبر أفع أفع برزيلي اسمها باثروباس جارا راكا جارا راكا دراسات عليه وجدوا أنه هو أنجوتنسين كونفيرتينج إنزايم إنهيمتور المركب ده بيعمل تفاعلات بيصبط هذا الإنزيم وهذا الإنزيم بيعمل لي أو تصبيطه بيؤدي إلى الهايبوتينشن اللي ممكن يبقى قاتل ودي من الحاجات القاتلة في سم الأفع دي بالذات نوعات سيفير هايبوتينشن فالعلماء والأفاضل أخدوا هذه النقطة وبدأوا يبحثوا في الستركشر وجدوا أن الجزء ده هو المهم في التفاعل أو في التفاعل مع الإنزيم يعمل إنهيبيشن فأخدوا هذا الجزء وضافوا عليه الجزء الأزرق ده وضافوا عليه الجزء الأزرق ده فيه بورولين بورولين رينج هنا الامينو أسد اللي هنا البرولين ده ضافوا عليه بروبيونيك أسد دريفاتيب ادي واحد اثنين ثلاثة بروبيونيك أسد عملوه ببطايد لينكش هنا مع الإن وبعدين فيه ميسايل جروب هنا وSH جروب هنا سالفينايل جروب وميسايل جروب على بروبيونيك أسد الموليكل الصغير ده أدى النتيجة المرجوة اللي احنا عايزينها من هذا الستركشور المعقد فطلع في السوق دواء اسمه كابوتريل أو كابوتين أو كابوزايد المادة الفعالة اللي هي كابوتريل وبتسوى على اس انهيبتور اس انهيبتور أو اس انهيبتور أو انزوتينسين كونفيرتينج انزيم انهيبتور أو هايبوتينشن هايبوتينسيف دراج أو حاجة بتستعمل في علاج الهايبرتينشن وطبعا دي حاجة من الحاجات الكيمية الطبية بتشتغل وراء النواتج الطبيعية بتطلع الحاجة أو بتطلع لي الحاجة وهم يبدأوا يطوروا ويطلعوا الأفضل ويطلعوا الحاجة أقوى بناء على بنقول لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر